للأسبوع الثاني تدفع مليشيا الحوثي بعداد هائلة من مقاتليها وعلى جبهات متعددة حول مأرب في محاولة مستميثة لسيطرة على المدينة إلا أن النصيب الأكبر من هذه الحشود تحولت إلى جثث في الصحراء الواسعة في ظل صمود أسطوري لمدينة تأوي نحو مليوني نازح يعلق الحوثيون آمالاً كثيرة بسيطرة على مأرب لتحقيق إنجاز سياسي ناهيك عن حلم طالما رودهم بسيطرة على مأرب الغنية بالنفط والتي تقاوم المليشيا منذ نحو ستة أعوام بقدرات عسكرية محدودة ودون مرتبات وبقيادة غائبة يخوض الجيش الوطني مسنوداً بقبائل مأرب معركة كسر عظم مع مليشيا مندفعة برغبة إصدال الستار على آخر فصول الحرب قبل الذهاب إلى جولة سلام تحصل فيها على كل شيء وتذهب البلاد كلها إلى جيبها انتقادات واسعة لموقف شرعية من معركة مأرب ومطالبات بإسناد المعركة وسط تساؤلات مستمرة حول جباهات الحرب الأخرى الممتدة من الظالع وحتى صعد مروراً بتعز والحديدة وحجة وغيرها من الجبهات المفتوحة لكنها أسئلة لا تزال تبحث عن إجابة عمن يملك قرار تحريك هذه الجبهات جبهات متوقفة منذ سنوات في وضع لا هو بالسلم ولا هو بالحرب وهو ما يجعل مليشيا الحثي تقرر الطريقة الأنسبة لها للتعامل مع هذه الجبهات منفردة يقول خبراء عسكريون إنه لا توجد استراتيجية واضحة في إدارة المعركة وإن ست سنوات حملت اليمنيين خيبة كبيرة وجعلت الحرب تبدو وكأنها فصل آخر لاستكمال سيطرة المليشيا على كل البلاد بدلاً من أن تكون حرباً لاستعادتها تبدو شرعية أشبه بجزر متناثرة يغيب فيها القرار السياسي والقيادة العسكرية الموحدة للمعركة فيما يرى مراقبون أن ذلك يعود لإرادة التحالف الذي ساهم بتشتيت جبهات شرعية بصراعات وأطماع أبعد ما تكون عن معركة استعادة الدولة مأرب أكبر قلاع الجمهورية وحارسة ما تبقى من كرامة اليمنيين تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى للتحرك الجاد لإسناد الجيش والمعركة فهل لا تزال الشرعية قادرة على فعل ذلك؟